ملفات متعددة يتطلع المواطنون للارتقاء بالعمل الحكومي فيها بعد تشكيل الحكومة الجديدة من بين أهم هذه الملفات تطوير القطاع الصناعي والبناء على ما سبق بما يؤكد الأهمية التي توليها الدولة لهذا القطاع حكومة جديدة والكثير من التحديات التي تواجه الدولة في ظل خطة شاملة للارتقاء بكل القطاعات والتي في مقدمتها قطاع الصناع لتحقيق التنمية به تأكيداً على أهمية ملف الصناع في الفترة المقبلة في ظل الحكومة الجديدة عين رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي نائباً له للتنمية الصناعية وهو ما يعكس بشكل واضح لاهتمام بهذا الملف الهام الحكومة أكدت ومنذ اللحظة الأولى أنه سيتم البناء على ما سبق خلال الفترة الماضية لتحقيق انطلاقة كبيرة في مجال الصناعة وفق معايير جديدة ودقيقة مشددة على أن تلك الانطلاقة ستعتمد على العنصر البشرية كما ستتبع الحكومة خطة شاملة قائمة على الاستفادة من مشروعات البنية الأساسية التي تم إنجازها لتطوير الصناعة في كافة المجالات وسترتكز تلك الخطة على عناصر أساسية ممثلة في ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محلياً بجودة عالية كما ستعمل الحكومة على تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعة كبيرة مثل صناعات الغزي والنسيج والتشييد والبناء والحديد والأسمنت والسيراميك وغيرها بما يسهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية كل تلك الخطوات ستؤدي بشكل كبير لزيادة التوظيف بما يسهم في القضاء على البطالة وذلك من خلال إنشاء مصانع جديدة وتشغيل المصانع المعطلة وحل كافة مشكلات المصانع المتعثرة وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة وبالإضافة لكل ذلك سيأتي الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمال الفنية على رأس الأولويات للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة الحكومة أكدت كذلك أنه سيتم التصديق الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على امتداد النشاط وزيادة مساحتها كما ستشهد الفترة المقبلة تعظيم التعاون مع القطاع الخاص في ضوء توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في التعاون مع القطاع الخاص في كافة المجالات ومنها قطاع الصناعة هي إذن خطة محكمة للارتقاء بقطاع الصناعة ستتبعها الحكومة لتحقيق الطفرة المأمولة ترجمة نانسي قنقر